اشتركوا في القناة وابراز السمات الجمالية للمملكة تهدف الحملة الوطنية للتشجير دمت خضراء الى دعم استراتيجيات الدولة لزيادة الرقعة الخضراء من خلال التنسيق بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع التشجير واستدامة تطوير وتنمية القطاع الزراعي في مملكة البحرين وابراز السمات الجمالية فيها وكانت الحملة شهدت في مرحلتها الثانية قبل بضعة أشهر توقيع اتفاقية بين المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وجامعة الخليج العربي بهدف دراسة مساهمة الأشجار والشجيرات الحضرية في عزل الكربون وتخزينه ومن المتوقع الإعلان عن نتائج هذه الدراسة قبل نهاية العام الجاري وقالت الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشيخ مرام بنت عيسى آل خليفة أنه من المؤمل أن تخرج هذه الدراسة بمعلومات حول تأثير الأشجار في امتصاص بعاثة قاز ثاني أكسيد الكربون وحساب كمياته وتأثيره في العمل المناخي بالإضافة إلى دراسة وتحليل وتقييم إمكانيات زيادة زراعة الأشجار الحضرية للحد من تغيرات المناخ وتحقيق الأهداف البيئية المرجوة للوصول إلى الحياج الصفري الكربوني الذي تتبناه مملكة البحرين لا تقتصر المبادرات الزراعية على دعم المزارعين وحسب وإنما تسعى لتحقيق تطور في القطاع الزراعي بأسره وتعزيز إنتاجيته من خلال الأبحاث العلمية والدراسات الهادفة لتجويد الإنتاج وتحقيق الأمن القذائي بالإضافة إلى تذليل أي عقبات تواجه عملية التسويق وضمان استمرارية المزارعين في إنتاجيتهم والتعاون مع وزارة شؤون البلديات والزراعة لتطوير القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر